كابتن عبدهب يعني هل لك تفسير لعدم فوز النادي الاهلي للأداء اللي بيظهر عليه النادي الاهلي النهاردة في مباراة أمام فريق مهدد بالهبوط للقسم الثاني؟ يعني في البداية اسلام خلينا أقولك ده مش ولد صدفة يعني مش صدفة باحتلاء ده الأداء من بداية الموسم ويتحمله جزء كبير جدا من اللعيبة اللي موجودة ممكن احنا دايما بنقول النادي الاهلي بما نحضر لكن المقولة ده لازم تتنسي أو تتشال تتشال؟ اه طبعا الكرة تطورت الكرة ضعيرها لا كابتن كوشري من شوية وواحد من يعز زملكو قال لي لا هي الإصابات بس هي السبب هي هو الإصابات من اللي بيعملها اسلام اللعيبة واحد زي واحد النهاردة زي صلاح محسن ما بتلعبش أو بعيد عن الملعب انت بتتصاب ليه؟ لعيبة ما عنداش مسئولية تحمل مسئولية لعيبة بتصل لعيبة بتهرج لعيبة مش عارفة ايه متشرت النادي الاهلي وانا بقولها واللي يقولك محمودة وداب بيهاجم بيهاجم انا بيهاجم انا بشجع الكيان انا بحب الكيان لكن ما تجيش تقول لي انت بتهاجم لا انا بيهاجم اللعيبة اللي هيقول من بن حضر انا مليش عارفة لا لا وجهة ناظري لا وجهة ناظري لا وجهة ناظري لا وجهة ناظري لا وعملت وجبت بطولات للنادي الاهلي لا جماهير النادي الاهلي تنسى ان انت تاخد بطولة السنة دي بالمنظر ده او بالاسلوب ده فعلا اه طبعا وسوارش يعني سوارش راجل اجذوبة من المباراة اه اجذوبة من المباراة اللي فاتت مش مستعجل ان كنت اه لا مش مستعجل اه يا كابتن اه اسلام لا النادي الاهلي نادي كبير كابتن كشري من شوية برضو قال ان صعب ان انا احكم عليه لا احكم عليه ازاي انا بلعب بتلاتة تفندر قدام بتلاتة وراء قدام فراء مهددة بالهبوط بلعب بتلاتة وراء ومعنديش حلول اه انت مؤمن بالطريقة اللي انت بتلعب بتلعب بتلاتة بطريقة تلاتة اربعة تلاتة لكن انت النهاردة انا هو ده مكسوني اللي هو جايبه محترف وهيصنع لك الفرق مكسوني بلعب تأسيم ما بيتحرك ما وش عارب ما بلعبش تحت ضغطات ما بلعبش مش فاهم طريقة الدور المصري فما تجيش تقول لي لا النهاردة ما فيه لعبة ما عنداش حلول بشكل جزري الكرة وهي حتى ضربة الجزائل للنادي الاهلي جاتل للنادي الاهلي انا وقاعدين علي معلول داخل تحس انها ضيع لعبة ما فيش تركيز فدي مشكلة الحاجة التانية يا اسلام حتى الجوني اللي جاه الجوني اللي جاه للنادي الاهلي رامي ربيع لو من نعيب صغير انا ممكن اعزره ده كنت ممكن تقع او ممكن ما تبقاش متداخل لكن الكرة النهاردة فيه لعبة فيه عدم تركيز في الملعب النهاردة فيه لعبة كتير جدا اه انت بتلعب فرقة وده طبيعي وضع طبيعي ان المقولين العربي يعمل هزا الكلام ان انت مهدد بلوبوت هينزل لكن انت سوالش النهاردة تضيع مباراة سهلة او ضيع مباراة كانت في المتناول من النادي الاهلي النهاردة بتخسر اتنين بنت وان انت اشد الحاجة ان انت بتكسب عشان تبقى بتنافس على السوق تمام على الدول